انتهت مربع نية الشتاء وبدأت الخمسينية الممتدة من الحادي والثلاثين كانون الثاني وحتى الحادي والعشرين من آذار والتي تستمر خمسين يوماً تقسم إلى أربعة فترات زمنية متساوية تعرف بالأربع سعدات الذابح، البالع، السعود، الخبايا حيث يكون كل سعد مدته اثني عشر يوماً ونصف وهي كالتالي نبدأ بسعد الذابح وسميت هذه الفترة والتي تمتد من الأول وحتى الثالث عشر من شباط بسعد الذابح حيث تمثل هذه الفترة البرد الشديد وتتحدث عن شاب يدعى سعد حسب الروايات الشعبية المتوارثة جيلاً بعد جيل والذي قرر السفر بالأجواء الدافئة في فصل الشتاء ولم يستمع لنصائح والده بضرورة أن يحمل معه ما يضمن له الدفء من فراء وحطب وبعد أن قطع منتصف الطريق تغير الجو فجأة وأصبح البرد شديداً وهطلت الأمطار الغزيرة والثلوج فاضطر سعد لذبح ناقته التي يملكها ليحتمي بأحشائها من شدة البرد لذلك سميت هذه الفترة بسعد الذابح والمثل الشعبي يقول سعد دبح لا باب فتح ولا كلب نبح ننتقل إلى الفترة الثانية وتعرف بسعد بلع وتبدأ في الرابع عشر من شباط وسميت ببلع لأن سعد شعر بالجوع وأكل من لحم الناقة وذلك يدل على أن الأرض فيه تبتلع ماءها فتفيض الأنهار وتمتلأ الأبر وتمتد هذه الفترة حتى الخامس والعشرين من شباط وكما يقول المثل الشعبي سعد بلع طاب الماء وانبلع وأما سعد السعود وخلال هذه الفترة شعر سعد بالفرح واحتفل بنجاته من العاصفة وكما تقول الرواية يبدأ هذا السعد من السادس والعشرين من شباط وحتى العاشر من أذار وهنا تكسر برودة الجو ويميل إلى الدفء لدخول فصل الربيع وكما يقول المثل الشعبي إذا طلع سعد السعود لانت لجلود أداب كل جمود وخضر كل عود والآن بالانتقال إلى الفترة الرابعة والأخيرة وهي سعد الخبايا والتي تمتد من الحادي عشر من أذار وحتى الثاني والعشرين والتي تتزامن مع بداية الاعتدال الربيعي اتخرج جميع الحيوانات المختبئة من البرد كالأفاعي وغيرها وفيه أيضا خرج سعد من مخبئه فسمي بسعد الخبايا وقال في سعد الخبايا كيبار السن في سعد الخبايا بتطلع الحياة وبتتمشى الصبايا إذن هذه هي قصة سعد والحالة الخمسينية التي تأتي بعد المربعانية إذن هذا كل ما كان لدينا الآن من أخبار عن خمسينية الشتاء ونعود لكيروز ترجمة نانسي قنقر